بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق وأشرف المرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه طلابي وطالباتي العزاء أهلا وسهلا بكم في مصاق علم النفس التربوي والذي سيقوم بتدريسه إلكترونيا هذا الفصل الدكتور رضوان أبو ركبة من قسم علم النفس بداية أوجه شكري وتقديري إلى إدارة جامعة الأقصى وإلى الشؤون الأكاديمية ولجنة التعليم عن بعد للجهد الجبار والعظيم الذي بدلوا في الفصل الثاني وهاهم يستمرون في الفصل الصيفي من أجل القيام بالعملية التعليمية للطلاب على أكمل وجه فكل الشكر والتقدير لكل من ساهم وساعد وخطط ونفذ في إنجاز التعليم الإلكتروني في جامعة الأقصى مصاق علم النفس التربوي هو مصاق في غاية الأهمية لكل طالب في كلية التربية أو لكل من سيصبح في المستقبل معلم أو معلمة سواء في المرحلة الإبتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو الجامعية فيما بعد فبدون دراسة علم النفس التربوي سيفتقد المعلم إلى الكثير من المهارات والمعرفة والأساليب التي ستؤهله لأن يكون معلما يستطيع أن يتعامل مع التلاميذ أو مع التلميذ بشكل متكامل من جميع جوانب النمو لذلك علم النفس التربوي له علاقة أيضا بجميع علوم النفس الأخرى وعلوم أخرى أيضا وله نظرياته ومفاهيمه وتطبيقاته في الحياة العملية أو في الحياة المدرسية كل طالب بحاجة لدراسة علم النفس التربوي كمساق متطلب كلية لأن هذا المساق لم يوضع هباء كمتطلب كلية وإنما كمساق مكمل لمهاراتك كمعلم أو كمعلمة في المستقبل فنحن كما تعرفون نتعامل مع الإنسان والإنسان هو تلميذ وهو طالب والطالب ممكن أن يكون في المدرسة الإعدادية في السنوية في الجامعية ممكن أن يكون ما قبل المدرسة في مرحلة التمهيد أو بعد الولادة أو في المرحلة أو مرحلة اللي هو ما قبل المدرسة بشكل عام اللي هي الخمس سنوات الأولى فبالتالي المعلم يمر أثناء تعليمه للطالب أو للتلميذ بالكثير من المواقف التعليمية وهذه المواقف التعليمية تحتاج منه لخبرة واسعة وتدريب واسع من أجل التعامل معها بإتقان وبشكل علمي وعملي ومهني جيد لكن قبل أن ندخل في شرح مساق علم النفس التربوي أود أن أذكر الفصول التي سندرسها هذا الفصل وهي عبارة عن خمسة عشر فصلا الفصل الأول والذي سنقوم بشرحه اليوم وهو يتعلق بموضوع علم النفس التربوي ومجالاته والفصل الثاني يتعلق بالدافعية والتعلم أما الفصل الثاني يتعلق بالتعلم والفصل الثالث بالدافعية والتعلم أما الفصل الرابع فيتعلق بالممارسة والتعلم والفصل الخامس النضج والاستعداد للتعلم الفصل السادس التعزيز والتعلم والفصل السابع والثامن نظريات التعلم وهي مهمة جدا أيضا الفصل التاسع استراتيجيات وتكتيكات التعلم الفصل العاشر الأهداف العظمى للتعلم الفصل الحادي عشر حل المشكلات الفصل الثاني عشر انتقال أثر التعلم الفصل الثالث عشر الانتباه كعملية عقلية طبعا والفصل الرابع عشر تكمل للعمليات العقلية وسنركز فيها على التذكر والنسيان والحفظ والفصل الخامس عشر والأخير سنتحدث فيه عن القياس والتقويم التربوي طبعا سندخل الآن في علم النفس التربوي وبداية نبدأ في نشأة أو موضوع علم أو عنوان الفصل هو موضوع علم النفس التربوي ومجالاته وبداية سنذهب إلى نشأة علم النفس التربوي طبعا قبل نشأة علم النفس بشكل عام وعلم النفس التربوي بشكل خاص وهو أحد فروع علم النفس حاول المختصين تفسير العلاقة بين طبيعة الفرد وخصائصه السلوكية والشخصية وعملية تربية أو تعليمه منذ القدم هنا نتحدث عن مواقف تعليمية يعني بمعنى أو ممكن نلخص اللي هو علم النفس التربوي بموقف تعليمي على سبيل المثال لو كان الطالب لو قام المعلم بسؤال سؤال للطلبة واستأذن أحد الطلبة وأجاب على السؤال بشكل متميز جدا وإجابة كاملة المفترض من المعلم هنا أن يقوم بتعزيز الطالب سواء معنويا ماديا إلى آخره ولكن إذا لم يقوم المعلم بتعزيز الطالب بالتالي فممكن أن يعكس بشكل سلبي على الطالب إذا قام بتعزيزه ينعكس بشكل إيجابي على الطالب هذه واحدة الآن هذا بنحكي عنه موقف تعليمي له علاقة بجميع جوانب الشخصية وجميع جوانب النمو سواء العقلية أو النفسية أو الاجتماعية أو المعرفية أو الجسدية أو الجسمية إلى آخره مثال آخر طالب جالس بالصف دائما صامت لا يشارك في الحصة لا يشارك زملائه لا يتعاون أبدا دائما صمت وجالس في مقعده ولا يشارك في أي نشاط يطرح بالفصل هذا أيضا موقف تعليمي بالنسبة للمعلمة أو للمعلم كيف يتعامل مع هذا الطفل نجيب منكم كمان موقف ثالث أحد الطلاب مثلا يعاني من حركة زائدة دائما في نصف الحصة أو في أول الحصة يعاني من حركة زائدة فبالتالي على المعلم أيضا هذا موقف تعليمي ليش؟ لأنه الحركة الزائدة التي يقوم بها الطفل أثناء الحصة تؤثر على انتباه وتركيز الطلاب الآخرين وأيضا الطفل نفسه بيكون يعاني من مشكلة بتكون هذه المشكلة فرط الحركة أو زيادة الحركة ونقص الانتباه والتركيز وبالتالي هذا موقف تعليمي كبير يحتاج من المعلمة أو المعلم التركيز عليه ومعالجته بشكل مهني وتربوي وعلمي جيد لذلك المعلم ليس فقط هو يقوم أو المعلمة تقوم بشرح المعلومات لا المعلم أو المعلمة يحتاج إلى خبرات كثيرة من أجل معرفة كيفية التعامل مع الأطفال في جميع جوانب النمو ونأخذ المثال الأخير أو الموقف التعليمي الأخير الطفل اللي بتحرك حركة زائدة تمام؟ هذا الطفل طبعا دراسة علم النفس التربوي تساعدنا بشكل كبير جدا كيف نتعامل مع هذا الطفل بالتالي إذا كانت المعلمة فقط هي عندها knowledge أو معرفة بالنسبة لتخصصها اللي هو مثلا نقول مثلا الرياضيات أو اللغة العربية لكن ما فيش عندها methods أساليب كيف توصل المعلومة ما فيش لا تمتلك نظريات تعلم والنظريات النفسية التي تساعدها في توصيل المعلومة وفي التعامل مع الأطفال وفي التعامل مع المواقف التعليمية المختلفة يبقى بحاجة إحنا بداية إلى knowledge اللي هي المعرفة طبعا المعرفة هنا إيش في التخصص تبعنا سواء لغة عربية رياضيات فيزيا كيميا لأخيره كمعلمة معلمة الشغلة الثانية اللي بنحتاجها هي methods اللي هي الأساليب التدريسية أو طرق التدريس اللي إحنا هنستخدمها النقطة الثالثة هي theories وهنا اللي هي النظريات وبالتحديد نظريات التعلم اللي هي theories of learning theories of learning اللي هي نظريات التعلم بالإضافة إلى نظريات نفسية أخرى تساعدنا في التعامل مع المشكلات المختلفة لجميع التلاميذ وجميع الأطفال سواء كانت هذه المشكلات تربوية كانت تعليمية تربوية سواء كانت مشكلات نفسية مشكلات في اللغة مشكلات اجتماعية مشكلات جسمية إلى آخره فبالتالي إحنا المعلمة بحاجة إلى knowledge اللي هي في التخصص تبعها methods أساليب أيضا theories of learning اللي هي نظريات التعلم أو النظريات النفسية الآن إذا المعلمة تمتلك knowledge لوحدها المعرفة لوحدها فبالتالي أي موقف تعليمي بيحصل بالفصل مثل الموقف التعليمي اللي ذكرتها قبل شوي لن تستطيع التعامل معه إذا كان تمتلك فقط knowledge لن تستطيع توصيل المعلومة بالطريقة الصحيحة للأطفال ما فيش عنده بيكونش عنده methods بيكونش عنده theories of learning علشان هيك إحنا ضروري جدا ندرس علم النفس التربوي ونركز عليه بشكل كبير جدا ليش لأنه علم النفس التربوي حيساعدنا إنه نمتلك methods ونمتلك كمان theories of learning اللي هي نظريات التعلم اللي من خلالها بنطبقها كمان في تدريسنا يعني مثلا إحنا خلينا نقول مثلا نيجي في عنا نظرية البيهيفيارزم السلوكية في عنا نظرية الجشتالت هذه من النظرية النفسية طبعا نظرية الجشتالت تمام؟ النظرية السلوكية ونظرية الجشتالت كتير إحنا بنطبقها المعلمين في المدارس بتطبقوها عنا في غزة مثلا لكن هما مش عارفين هم بتطبقوا النظرية السلوكية أو نظرية الجشتال مثلا لما بنجي نطبق النظرية السلوكية إحنا بنروح من الجزء إلى الكل بمعنى بمعنى ركزوا معايا طلاب يا طالبات إنه إحنا في اللغة العربية مثلا في الصف الأول ابتدائي من الجزء إلى الكل في البداية بنعلم الطفل إيش الأحرف والحرف هو عبارة عن إيش عن جزء بعدين بنروح لوين للمقاطع بعدين بنروح لوين للكلمة بنروح لوين للكلمة الأحرف من الجزء رحنا لوين للمقطع وبعدين رحنا لوين للكلErb لكل اللي هي إيش الكلمة لكن نظرية الجشتات بتتبع أسلوب آخر هو من الكل إلى إيش إلى الجزء يعني بتقول لك نظرية الجشتات لأ وهي نظرية ألمانية وبتركز على الادراك بتركز على ايه بتركز على الادراك بتقولك لا احنا الانسان يدرك الشيء ككل وليس كجزء يدرك الشيء ككل وليس كجزء فبالتالي احنا بنعلم الطفل يقرأ كلمة مثلا شجرة وبعدين بنروح للمقطع وبعدين بنروح لوين الى الحرف نظرية الجشطة بتقولك الشيء بدون الكل ليس له معنى يعني اذا جبنا اشي وقسمناه الى اجزاؤه اجزاؤه هدي ملهاش معنى ولا يستطيع ان يدركها الانسان بشكل صحيح بتقول مدرسة الجشطة بتحكي بتقول ان الكل له معنى انه احنا بندرك الشيء ككل وليس كجزء ولما بندركه ككل بتتالي بكله معنى كبير ونستطيع فهمه كانسان او كبشر لذلك انا عرجت بشكل بسيط على هدول النظريتين السلوكية ونظرية الجشطة هناخد نظريات كتير طبعا هنا لانه عشان نفهم ايش يعني ليش احنا لازم ندرس علم النفس التربوي فبالتالي المعلم لازم يكون في عنده knowledge في التخصص تبعه يكون في عنده methods طبعا في عندنا احنا كتير كمان متطلبات في كلية التربية بتساعدنا كمان اه بقسم المناهج مثلا بتساعدنا كمان انه نركز على اساليب وطرق وطرائق التدريس وكمان في عندنا theories of learning كمان في عندنا كتب كتير هاي المواضيع بتتكرر كمان في مواضيع او كتب او مساقات اخرى في داخل كلية التربية كمطلبات الكلية نرجع للموقف التعليمي نرجع للموقف التعليمي اللي حكينا قبل شوية الطفل يعاني من الحركة الزائدة يعني المعلمة لاحظت ان الطفل خالد على سبيل المثال كثير الحركة كثير الحركة لاحظت ان التلميذ كثير الحركة الالمان في علم النفس التربوي احنا حكينا قبل شوية بدي يكون في عنا methods كيف نوصل المعلومات وكيف نتعامل مع المشكلات اللي بتصير داخل الصف كمان علشان احنا نوصل المعلومة بطريقة كاملة للتلاميذ فبالتالي الحركة الزائدة حتعيق انتقال المعلومة التي تقولها المعلمة تعيق انتقالها من المعلمة لوين للطفل خالد ليش؟ لانه خالد عنده حركة زائدة فبالتالي احنا بندرس علم النفس التربوي عشان ناخد الخبرة وناخد المعرفة والخبرة والتدريب اللازم لكيفية التعامل مع هكذا موقف تعليمي يعني الان المعلمة يجب ان تبحث كيف تعالج هذا الموقف التعليمي ممتاز جدا طب كيف بدنا نعالج هذا الموقف التعليمي؟ المعلمة لازم يكون عندها المام بالقياس والتقويم المام بالداتا كوليكشن بجمع المعلومات وإحدى طرقها اللي هي الملاحظة والملاحظة أنواع كتيرة وكمان من ضمن المهام التي يجب أن تقوم بها المعلمة اللي هو عملية تسجيل هاي المعلومات وتوثيقها يعني أنا لما بدأ تيجي المعلمة تعالج مشكلة زي هيك لازم تسأل نفسها سؤال يعني هو خالد دايما بتحرك هيك؟ طيب وقتيش بتحرك بالحصة الأولى مثلا هل بعد سبع دقائق ولا بعد عشر دقائق؟ تمام؟ لازم إحنا نعرف يا طلاب يا طالبات إنه الانتباه عند الأطفال الصغار بيكون أقل من مين من الكبار يعني عندنا في صف أول يعني تقريبا مدة الانتباه ومدة الانتباه بيكون ماكسيمام من ثمانية لعشر دقائق بعد هيك الطفل بتشتت انتباهه لكن بيرجع إيش؟ بيرجع ينتباه في مرحلة تشتت الانتباه هدي بيصير خلال المعلوم اللي حكاتها المعلمة لم يلتقطها الطفل لم يسجلها وين؟ جوا في الدماغ وفي المخ فبالتالي صار في خلال هنا فما بالكم بطفل كل شوية بيقوم بحرك الزائدة عشان نعالج هذه المشكلة هاي مشكلة كبيرة جدا وإحنا حسب ما درسنا في علم النفس وفي الفيسيولوجيا وفي علم النفس الفيسيولوجيا أيضا والمشكلات السلوكية أنه حركة مثل الحركة الزائدة تؤثر على التعلم ممكن بتأثر على تعلم هذا الطفل اللي هو خالد وأيضا بتشتت انتباه زملائه لأنه بيقوم بالحركة فالكل بينتبه له بتشتت انتباه المعلمة فبالتالي مثل هذه المشكلة معظم العلماء بيحكوا أنه دائما فرط الحركة والحركة الزائدة بتكون ناتجة عن مشكلة في الدماغ تبع الإنسان ممكن تكون نتيجة عوامل ما قبل الولادة أثناء الولادة بعد الولادة فبالتالي كبر الطفل لكن الطفل في هاي اللحظة بيستقبل معلومات لكن بيصل لمرحلة أنه دماغه مش قادر يتعامل مع المعلومة فبالتالي بيقوم بحركة زائدة بتشتت انتباهه ممكن تشتت انتباه اللي حوله فبالتالي أول إشيء مطلوب من المعلمة مثلا في هذا الموقف التعليمي طب إحنا بنأخذ study case دراسة حالة هنالياج عشان نفهم علم النفس التربوي بناش ندخل على التعريف دغري وبسرعة وبالتالي يعني خلينا ناخد الحالة هاي ونركز عليها وبالتالي حيكون دخولنا لا التعريفات ولا الفصل الأول ولا المادة كلها حيكون سهل جدا فبالتالي المعلمة لازم تكون مؤهلة شو تكون مؤهلة؟ يعني لازم تكون بعملية الملاحظة شو هي عملية الملاحظة هنا المباشرة؟ إنه تسجل كل حركة زائدة بيقوم فيها مين؟ خالد وقتش بتصير بالزبط بالحصة مثلا صارت في الدقيقة سبعة مثلا الحركة الزادة التانية صارت في دقيقة مثلا ستعاش الحركة الزادة صارت في دقيقة مثلا خمسة وعشرين يعني في الحصة الوحدة بتحرك أربع مرات بتحرك قديش؟ أربع مرات في الحصة الأولى هاد طيب هاد الأربع مرات كفيلة إنها تعلمه وتعيق تعلم زملائه كمان بتأثر على زملائه لو سجلنا هاي الملاحظات مهم جدا لو كل يوم المعلمة سجلت هاي الملاحظات طبعا لازم يسجل هاي الملاحظات مهم جدا في اليوم التاني مثلا الساعة تمانية في دقيقة تمانية مثلا بيكون بالملاحظة قام بالملاحظة هنا في دقيقة مثلا ستعاش هنا مثلا في دقيقة اربع وعشرين هنا في دقيقة مثلا تلاتين في اليوم التالت مثلا الساعة سبعة خمستاش مثلا خمسة وعشرين واحد وثلاثين يعني أنا بعد اسبوعين أو ثلاثة من جمع المعلومات هذا المعلم هذا دورها لأنه يبدأ تعالج هذه المشكلة فيش حل سحري لهذه المشاكل دربالكم ومعظم أطفالنا في المدارس يعانوا من الحركة الزادة وإذا ما كانوش يعانوا من الحركة الزادة في منهم جزء يعاني من الانطواء وجزء كبير منهم يعاني نظرة للظروف الصعبة اللي بنعيشها في قطاع غزة يعانوا من تشتت الانتباه وقلة التركيز وفرط الحركة وهذا فرط الحركة أو زياء وهذا المشاكل هي كوجنيتف جاي من وين من العقل لكن ممكن برضو البيئة تزيدها كمان عند مين عند الأطفال إذا كانت البيئة مثلا عنيفة بالتالي هذه المشكلات إذا كانت موجودة عند الطفل أوكي ممكن تزيد لكن إذا كانت البيئة آمنة ومنظمة وجميلة فبالتالي ممكن هذه المشكلات لحالة تختفي لأنه حتشعر الطالب أو التلميذ أو الطفل بإيه حتشعره بالأمن في النهاية أنا الهدف من الموقف التعليمي فيش موقف تعليمي نستطيع نحله مثلا في نفس الحصة الحصة مثلا لا حركة زادة بتتكرر نحلها في حصة واحدة لا 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 هيبدأ متابعة أتليست ون يير يعني سانة دراسية كاملة فاصلية دراسيات بدأ متابعة وممكن تمتد للسنة اللي بعدها كمان يكون فيه فلؤب فيه متابعة فبالتالي مهنة التدريس ومهنة التعليم مش هي مهنة زي ما احنا بنتصورها مهنة سهلة فقط نشرح حد درس ويلا نوصل للمعلومة لا هي مهنة تحتاج إلى مهارات عميقة وبتحتاج إلى خبرة عملية وتدريب واسعين وبتحتاج إلى تواصل مع العلوم الأخرى زي علم النفس وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم اللي احنا بنحتاجها في التدريس مش قصة انه يلا نحضر هالدرس وتاني يوم نروح على المدرسة ونشرح الدرس والسنة اللي بعدها نستخدم نفسها في تفتر التحضير لا ما بنفعش هيك صح احنا بندرس الطلاب في الفصل الدراسة يعني بكونوا مثلاً أربعين خمسة وثلاثين اتنين واربعين خمسة واربعين لكن في كل طفل في عنده حالته في كل طفل في طفل موهوب في طفل متفوق في طفل ذكي في طفل تحصيل الدراسة منخفض في طفل برسب في طفل عنده حركة زادة في طفل عنده انطواة فبالتالي احنا درستنا للمشكلات هذه والتركيز عليها وتسجيلها حساعدنا في حل هذه المشكلات وتساعدنا انه تحصيل الدراسة اللي الطالب يرتفع مثلاً لو كان عندي طالب عنده مشكلة بالاملاء ممكن هذا الطفل ما يكونش في عنده انه مثلاً نتيجة مثلاً انخفاض مستوى الذكاء مثلاً او انه ما بدروسش او كذا ممكن تكون هاي المشكلة الاملاء نتيجة مثلاً مشكلة في العضلات الدقيقة تبعات اطراف الاصابع فبالتالي يستطيع مسكي القلم صح وبالتالي ما بكتب املة غلط تمام ممكن يكون مثلاً تشتت الولاد صار عنده مشكلات اسرية فبالتالي قل التركيز عنده صار عنده مشكلة املة تمام فبالتالي احنا بدناش نحكم عالطالب بسرعة اذا رصب في الاملة اول مرة وتاني مرة وتالت مرة انه انسان ما بفهمش انه انسان مستوى ذكاء ومنخفض وانه هوبلس يعني ما يقسم انه لا 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 المعلم الشاطر هو اللي بيقدر يستغل اساليب استدريس اللي بيستخدمها وبشكل كبير جداً بيستفيد من النظريات النفسية ونظريات التعلم ومن طراق التدريس اللي تعلمها في قسم المناج والاقسام الاخرى وبالتالي يستطيع دمجها مع بعضها البعض ومعالجة اي حالة او موقف تعليمي احنا بنمر فيه في خلال الحصة مع التلاميذ او مع الاطفال طبعاً انا بعد هيك لما بحدد انه عند دقيقة سبعة وثمانية معظم الارقام طلعت عندي بتحرك الطفل خالد اول مرة ففي خطة العلاج تبعتي لخالد لما بتصل لدقيقة سبعة عطول بيعطي خالد ان اكتيفتي بعطيه نشاط بسأله سؤال سؤال بيقدر يجاوبه وبعد ما يجاوبه بقولهم سجفوا لخالد ممتاز يا خالد فبالتالي عند النقاط هاد لازم انا اركز على خالد يوم عن يوم بالتالي خالد حيصير الحركة الزائدة تنسحب منه تروح منه تخف وحيحل محلها شو زيادة الانتباه وزيادة التركيز في الحصة وحب المدرسة وحب الدرس وحب الحصة وبصير الطفل كل يوم بتشجع كل يوم الطلبة بسجفولي الانطي كل يوم تعطيني مثلا جائزة تمام فبالتالي احنا من خلال هذا الموضوع انه ممكن نحول الطفل اللي عنده حركة زادة للطفل اللي عنده زيادة في الانتباه زيادة في التركيز وبالتالي يستطيع تحصيل الدراسة already بيرتفع علشان هيك طبعا هذا اللي انا حكيته study case او الموقف التعليمي هذا بيحتاج طبعا لتدريب يا جماعة تدريب طويل المدى مش انه في يوم وليلة ممكن نتعلمه نجي نرجع الان النفس التربوي ونشأة علم النفس التربوي اول عندنا في نشأة علم النفس التربوي العالم اليوناني ديموكريتس في القرن الخامس قبل الميلاد ركز على اهمية التعليم والتربية في حياة الفرد يعني في القرن الخامس قبل الميلاد ذكر هاي المعلومة واقام عليها يعني وجربها وتأثير البيت والاسرة في حياة الطفل نكمل في نشأة علم النفس التربوي فينا كتابات أفلاطون أرستو شكلت حجر الزاوية للعديد من مظاهر تطور الفكر الإنساني حتى عصرنا هذا وعالجوا الكثير من الأمور التربية منها شايفين إيش موجود عندنا نتائج عملية التعلم يعني في الآخر النتيجة النهائية إيش الطفل طلع تحسن ولا متحسن إيش علاماته زادن ولا لا مشاكله النفسية قلت ولا لا إلى آخره أهل أغلية التلميذ للتعلم هل الطفل مؤهل أنه يتعلم؟ أنتو بتعرفوا هذا مرتبط من مستوى الذكاء بمعنى أنه إحنا عنا البوردر لاين أو البوردر نومبر أو أرقى فيرج اللي هو خط لحدود أو المتوسط اللي على الحد ما بين النورمل والأب نورمل في مستوى الذكاء هو سبعين اللي أقل من سبعين بيعانوا من تخلف عقلي اللي أكتر من سبعين هم من نورمل لكن اللي مستوى ذكاء وخمس وثمانين مش زال لمستوى الذكاء ومية هذا نورمل هذا نورمل لكن هذا مستوى الذكاء أقل فبالتالي تحصيله حيكون أقل بالمدرسة أبو الخمس وثمانين اللي أقل من سبعين هم من ناس اللي بيعانوا من تخلف عقلي فبالتالي أهلية التلميذ للتعلم ممكن تكون علاقة لها مستوى الذكاء يعني اللي عنده أقل من سبعين غير قادر على مجارات الأطفال العاديين في التعليم العادي فبالتالي بنعمله تعليم إيش؟ بنعمله تعليم خاص يناسب قدراته العقلية وقدرات الذكاء عنده لكن فيه كمان بعض الأطفال نولده في بيئة عنيفة جدا فبالتالي الطفل ما اكتسب إيش مهارات لا قبل المدرسة ولا خطناء المدرسة ولا إشياء فبالتالي أصبح الطفل يعني غير قادر على مجارات التعلم اختلاف التعلم حسب اختلاف أنواع الناس تمام طبعا الناس بيختلفوا فيه فرقات فردية بين البشر مش كل طفل زي الطفل الثاني فيش تشابه لكن فيه فرقات وهذه الفرقات بتأثر بشكل كبير في تشكيل شخصية الإنسان أثر الأسرة في تربية الطفل وهذه نقطة مهمة جدا وهي اللي بنعاني منها في غزة في اليوم وهي السلطة الوالدية وهي إيه؟ السلطة الوالدية السلطة الوالدية إحنا في عنا الخمس سنوات اللي قبل المدرسة قبل دخول الطفل المدرسة هي أكثر خمس سنوات دقيقة وحساسة في تربية وتعليم الطفل الخمس سنوات الأولى ما قبل المدرسة لأن الطفل في هاي المرحلة بيمر بصراعات تحتاج إلى حل إن لم نستطع حل هذه الصراعات فبالتالي بيصير تثبيت في السلوك السلبي عند الطفل وبيكبر مع الطفل وفي المدرسة الطفل في المستقبل بيعاني من المشكلات التعلمية كبيرة جدا دور الدولة يعني إحنا عندنا السلطة الوالدية جماعة كتير إلى أثر بشكل كبير جدا تمام؟ وإحنا بحاجة لدراسة موضوع السلطة الوالدية خاصة في ظل الوضع الراهن اللي إحنا بنعيش فيه كيف الأهل بيتعاملوا مع الطفل دور الدولة في التربية الخلقية للفرد طبعا الأخلاق هنا العلاقة بين المعلم والتلميذ وسائل طرق التدريس أيضا كتابات أفلاطون وأرستو في النقطة الأخيرة كانت مهمة جدا في طبيعة التعلم ونظامه والخصاص العاطفية للتعلم والتعلم المستقل طبعا نظام التعليم بيأثري بشكل كبير جدا خصاص العاطفية المهمة والتعلم المستقل وهنا بنكون أنهينا الجزء الأول في شرح الفصل الأول في مادة علم النفس التربوي إن شاء الله سنكمل الجزء الآخر في محاضرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته